اشتركوا في القناة الذي يتكون من اللحظات والساعات والأيام والليالي والشهور والسنين كما أقسم الله عز وجل في كتابه بأجزاء وأبعاظ العصر الليل والنهار والفجر والضحى لبيان أن هذا العصر الذي يتقلب فيه الإنسان في خير أو في شر في طاعة أو ماصية لا ينتفع بهذا العصر إلا الذي آمن بالله وعمل الصالحات فمن لم يقضي أوقاته في الإيمان والعمل الصالح في خسارته في الدنيا والآخرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خسال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه فقد يسأل المسلم أمام الله أز وجل يوم القيامة حين يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يسأل عن عمره فيما أفناه في خير أم في شر وعن شبابه خاصة وقت الشباب الذي هو سن الرشد والقوة والفتوة والهمة والعظيمة الماضية وإبادة الشباب لها قدر خاص ومنزلة عظيمة عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ومنهم شاب نشاء في عبادة الله فهذا كله أيها الإخوة يدل على أهمية هذا الوقت وأهميته وأهمية اكتسابه وشغله في الخير وقد وصيب الناس بأسره بل قد وصيبت الدنيا بأسرها في هذه الأيام بقدر الله وقدرته بمرض معد يسمى كورونا وقد عجزت حتى عرق الدول في إيجاد إلاج سريع له وقد قضى متخسسون في الطب في العالم بأسره مسلموهم وكافرهم وبالأخص المتخسسون من أطباء المسلمين في العالم أن أنجح إلاج للحد من هذا المرض أو لدفعه بإذن الله هو العزل الصحي بأدم الإختلاط وأدم التجمع في مواضي التجمعات وعوصوا بإغلاق مواضي التجمعات حتى التي لها أهمية كبيرة في مصالح الناس ومطالبهم وحتى الجامعات والمدارس وعوصوا الناس أن يلتزموا منازلهم ولا يخرجوا منها إلا لحاجات لا بد منها فحبس العالم أنفسهم في المنازل وهذا الحجر الصحي أمر شرعي فإن حفظ النفس من أهم الضروريات التي أمر به ديننا الحنيف ورخص المسلم أن لا يحضر المساجد في ضرر أقل من ضرر انتشار هذا المرض فرخص في عدم الحضور في المساجد في المطر الشديد أو الريح الشديدة وقد سمعنا كثيرا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به أي الطعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وعنتم بها فلا تخرجوا منها فبناء على حفظ النفس البشرية أمر خادم الحرمين الشريفين بلزوم البيت وحتى في السنوات والجمع والجماعات وما دمنا قد أمرنا بلزوم البيوت فلا يجوز لنا أن نضيع وقاتنا في غير تاعة الله بالإيمان والعمل الصالح والتواسي بالحق والتواسي بالصبر فأولا نتواسى أن نرجع إلى الله أزوجل فنستغفره ونطوب إليه من ذنوبنا فما علمنا منها وما لم نعلم وننطرح أمام الله نستمطر رحمته فهو الذي أنزل هذا الوباء وهو القادر ولا رفعه ودفعه ونناد الناس بالتوبة النسو وأن يدخلوا في الدين كعفة ولنقم في الليل عند النزول لله نستغفره ونسأله سؤال المضطرين أن ينجينا من هذا الكرب العظيم من كل كرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الكريم الرحيم ينادي العباد وما ناداهم إلا ليعطيهم فلنسعد بالطرب والسؤال دائما وفي هذا الوقت خاصة وقت الاضطرار أفمن يجيب المضطر إذا دعاه فلنسعد بالطرب والسؤال دائما وفي هذا الوقت خاصة ولنعرف أن الله تعالى يجيب المضطرين أفمن يجيب المضطر إذا دعاه ونكثر من النوافل التي هي سبب القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة ونقسم أوقاتنا لحفظ القرآن لأنفسنا ونشرف على أولادنا في قضايا أوقاتهم في حفظ القرآن أو في مراجاة دروسهم وفي كل ما يرجع إليهم بالخير ونراجع إن حفظنا منه شيء ونقسم أوقاتنا لدراسة علوم الدين خاصة إن لم نكن أو إن لم يكن درس الإنسان منه من قبل من أي تخصص كان هذا الشخص أما المتخصص في علوم الشرية فيعرف كيف يقيد وقته بالفوائد والاستفادات وفيما ياتي أذكر لكم نفذة من الكتب للمبتدئين العرب الذين يفهمون العربية وقد يكون فيهم مدرسا للغة العربية أذكر لكم ولمن يريد أن يعمر وقته بالاستفادة وقد جربت هذا قبل سنين كثيرة في طلبة من بعض بلاد أوروبا كانت عندهم رغبة في تعلم الدين الحنيف وهم متخصصون في أمور أخرى حتى بعض الأطباء الكبار حتى تعلموا اللغة العربية ثم الكتب الأخرى ولم يتيسر لهم مدرس أو أستاذ دائما فإذا أراد من هذا الصنف ناس فلهم هذه القائمة في هذا الوقت العصيب ولا يطور إن شاء الله هذا الوقت وفيما بعد إن شاء الله وإذا حصل جماعة من هذا القبيل واجتمعوا بالعزمة الصادقة من غير كسل وتأخر فليجتمعوا في هذا الوقت خاصة على الأجهزة على اللوحة السوداء بلاك بورد أو زوم أو أي طريقة تكون فهذا أفيد في فهم المواد فإن فوق كل ذي علم عليم فالمذاكرة استلاه علمي عند السلف مفيد ففي باب التوحيد يأخذ الطالب وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب والوصول الثلاثة وغيرها ولكن بشروح علماء المملكة الكبار المعروفين الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز والشيخ الألامة محمد بن صالح الوثيمين والشيخ الألامة صالح الفوزان حفظه الله يختار ما هو الأيسر والأسل وكلها مسحلة للغاية ثم العقيدة ثم يختار ويأخذ العقيدة الواسطية بشروحها من العلماء المذكورين ومن أهم الكتب التي ينبغي أن يعتني به الطالب في فهم باب الأسماء والصفاد كتاب القواعد المثلى لابن عثيمين رحمه الله وفي التفسير يبدأ بقراءة تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وفي الحديث يبدأ بكتاب الأربعين النووية بشروحه ورماين المذكورين ثم بلوغ المرام ما شره سبل السلام لسناني وهو شره ابن عثيمين رحمه الله وتيسير العلام للعلامة عبد الله بن بسام رحمه الله أحياهم ومواتهم وفي الفقه يختار كتاب زاد المستقنع بشره العلامة ابن عثيمين الشرح الممتع الشرح الممتع لزاما حتى يعرف المسائل بأدلتها وفي وصول الفقه كتاب الوصول يختار كتاب الوصول من علم الوصول لابن عثيمين وإن ترقى فمذكرة وصول الفقه لشيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيتي صاحب الأضواء وضواء البيان وفي السيرة يختار كتاب الرحيق المختوم للشيخ سفير الرحمن المبارك فوري رحمه الله أو كتاب السيرة النبوية للإمام محمد بن عبد الوهاب وينرغب في المزيد فزاد المعاد لابن القيم لكن بتخريجه شعيب وعبد القادر الأرنعوطيين وفي معرفة صحيح الحديث ضعيفه يجعل التارف كتب الألباني رحمه الله اختياره الأول وأن يسعه الأخص وهناك فن المنطق لا يحتاج الإنسان إلى التوسع فيه ولكن لابد من معرفة مصطلحات المنطق التي استعملها أئمة الإسلام حتى ابن تيمية وابن القيم وغيرهم في كتبهم فيقرأ لهذا المعنى كتاب المقدمات المنطقية للشيخ محمد مين الشنقيت وقد درسته عليه بكامله وكذلك للاستلاحات البحث والمناظرة يقرأ كتاب أدب البحث والمناظرة له رحمه الله وقد درسنا عليه وإذا قرأ وفهم الطالب هذه الكتب في الفنون فربما يهتدي بنفسه في مباد إلى الكتب التي يقرأ فيها وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين